اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان مملكة البحرين تسعى لمواصلة تحقيق اهدافها التنموية المنشودة من خلال الاستراتيجيات والبرامج والخطط التي تعمل على تنفيذها مشيرا سموه الى خطة التعافي الاقتصادي واهمية تكاتف الجميع مع جهود تنفيذها من اجل الوصول لاهدافها بما ينعكس على نماء وازدهار الوطن والخير للمواطنين وتحقيق تطلعات ورؤى حظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وقال سموه ان المؤشرات الاقتصادية ايجابية ومبشرة بالخير من خلال المسارات المختلفة التي يتم العمل عليها وسنواصل جميعا مسيرة البناء والتنمية بكل عزم من اجل تحقيق اهدافنا المنشودة والتي يأتي في مقدمتها مصلحة الوطن والمواطن جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من اصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين لدى استقبال سموه عددا من المواطنين من اصحاب المجالس الرمضانية حيث بارك سموه لاصحاب المجالس والحضور بحلول شهر رمضان المبارك وكنا سموه على ان هذه اللقاءات في شهر التواصل والتأخي والخير يلمس الجميع فيها اصالة المجتمع البحريني بما يعزز التكامل والتكاتف والتعضد بين الجميع ضمن الاسرة البحرينية الواحدة واشار صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء ان التحديات العالمية الماثلة امام الجميع وانعكاس اثرها على الدول والمجتمعات لن يتم التغلب عليها الا من خلال التكاتف بروح الفريق الواحد وهذا ما شهدناه من خلال تعامل المملكة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا وخروجها منها بافضل النتائج والذي نحمد الله جميعا على ما وصلنا اليه من نتائج مؤكدا سموه ان نتجاوز اي تحدي مرهون بقوة واصرار فريق البحرين الواحد وايمانه بالنجاح في تجاوزه والوصول للهدف المنشود من جانبهم اعرب اصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص على التواصل مع المواطنين في هذا الشهر الكريم والتأكيد على عادات المجتمع البحريني الاصيلة دعينا الله ان يحفظ جلالة الملك المفدى وسموه للعهد رئيس مجلس الوزراء والبحرين واهلها في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعه ترجمة نانسي قنقر